كويس اني مستنتش الفيلم ده لغاية لما ينزل عندنا في السينما لاني لما شفته ادركت انه غالبا مش هينزل عندنا في السينما وتقدروا تعتبروا كلمتين دول تحذير لكون الفيلم غير مناسب للمشاهدات العائلية ملكة انجلترا وصديقتها في الفيلم ده يعني بيلبسوا فساتين من غير بطانة احداث فيلم ده فيفريت بتدور في بداية القرن الثمنتاشر في بلات ان ملكة انجلترا وبتحكي قصة مثلث سلطة انثوي معقد بيتكون من الملكة ان اللي عاشت حياة مضطربة عاطفيا خلت من السهل ان حد يتلاعب بيها سارة تيرتشل او ضوقة مارلبورو اللي تعتبر اقرب صديقات الملكة وعمليا اللي بتحكم انجلترا وابي جيل هيل اللي في يوم من الايام كانت بتنتمي للطبقة الراقية ولكن الزمن لطها ابي جيل بتوصل الاصر الملكي وبتترجى سارة انها تلاقي لها شغل وبتبتدي بالفعل مع الخدمات والوصيفات ولكنها سريعا بتبتدي تخطط عشان تكسب ود الملكة وترسخ نفسها ضمن الطبقة الراقية ولما سارة بتبتدي تقلق من الصعود السريع لابي جيل بتندلع الحرب ما بين الكنين وده بينما في حرب مندلعة اصلا ما بين انجلترا وفرنسا وبتتطلب قرارات مصيرية من الملكة اللي عمالة تزداد ضعفا بسبب الصراع المستمر ما بين صديقتها فيا ترى ايه اللي حيحصل The Favourite بيحمل الرقم السبعة ما بين الافلام الطويلة ليورجوس ينتيموس في مقعد المخرج وده الفيلم الاول اللي ما بيحملش اسمه ككاتب سيناريو منذ دوك توث اللي صلت عليه اضواء السينما العالمية انا عن نفسي شفت فيلمينه الاخيرين The Lobster و The Killing of a Secret Deer وما اقدرش انكر انبهاري بمدى تفرد اسلوبه في كل عناصر صناعة الفيلم بس في نفس الوقت ما اقدرش اقول ان الفيلمين دول عجبوني قوي يعني انا عن نفسي بحب جدا الافلام الغريبة طالما خطوط القصة متمسكة بس الفيلمين دول صدروا لي شعور بعدم الارتياح بدون اي مكافأة على مستوى المتعة السينمائية زي الاثارة والرعب بحس ان الغرض من الشعور ده كان فلسفي وجودي وانا الحقيقة ما بقدرش الموضوع ده قوي كمشاهد بس الحسن الحظ الفيلم ده فيه كل حاجة بحبها في مدرسة ينتيموس وحاجات قليلة جدا من اللي مش بالضرورة بتعجبني قوي عندنا زوايا التصوير المبتكرة في اغلب المشاهد عندنا توظيف الموسيقى التصويرية بطريقة تخليك تتساءل هي الاسوات دي جاية منين عندنا شخصيات بتتصرف بطريقة غريبة عشان تعكس ضعفها وعدم احساسها بالامان والاهم من ده كله عندنا فريق تمثيلي رائع بيقدي بالطريقة بتاعة ممثلينه ينتيموس هو واحد من المخرجين اللي بيضيفوا صبغة فريدة على اداء اي ممثل صبغة من التناحة كده في المقام الاول بتبقى لسه شايف بصمة حضور الممثل وطريقته في التكسيد بس برضو بتفضل حاسس ان في حاجة زيادة اضافت لها ده موجود في البطولة الثلاثية للفيلم بالاضافة لنيكلس هولت اللي قدم اداء رائع واللي مستغرب ان ما فيش اي حد بيتكلم عنه لدرجة اني اتفاجئت انه في الفيلم اصلا ولكن عموما اوليفيا كولمن وريتشل فيتس واما ستون هم الاكثر لمعانا من خلال الصبغة دي انا شفت اوليفيا كولمن قبل كده في فيلم دا لوبستر طبعا وفي فيلم كوميدي اسمه كيوبان فيوري مع نيك فروست كان دمه خفيف جدا وما شفتش فيها ممثلة جيدة مستنية فرصة للتفجر يعني او للامانة مقدرش اقول اني لاحظت وجودها اصلا بس هنا طبعا هي بتقدم نوعية الاداء اللي بتخلق تاريخ تمثيلي يعني بتقدم دور ملكة بتعاني من قلم صحي وعاطفي فاغلب الاوقات بتقدم على تصرفات بتعكس هيافة وحماقة بس في اوقات قليلة جدا بتورينا اللي ما يخلناش نقدر نقول عليها ضعيفة او غبية ريتشل فيتس يا جماعة في بيئتها الطبيعية بقى صعب جدا نلاحظ لما تكون بتقدم اداء كويس لانها دايما في قمة مستواها لكن اما ستون بقى على الجانب الاخر هي اللي ما اقدرش اقول اني شفتها قبل كده بتقدم شخصية بالتعائدات دي ولا حتى شخصيتها في بيردمان واللي كان فيها قدر معقول من التعائدات لكن ما توصلش ابدا لكمية التحولات والالتواقات وكمية الوشوش اللي لبستها في الفيلم ده يمكن من الفضائل القليلة للأوسكارز السنة دي هي تكريم التلات ممثلات دول بترشحات واعتقد اني حكون متدايق لو ما فيش ولا واحدة منهم كسبت ودي مش الجوائز الوحيدة اللي الفيلم يستحقها في تقديري فيلم ده فيفريت مترشح لتسعة جوائز اوسكار من التقال كلهم مستحقين وكلهم وراهم اسباب واضحة يعني ماعتقدش ان احنا محتاجين نشرح للفيلم مترشح لأفضل ازياء او افضل اخراج او تصوير او منتاج او لا سمح الله يعني سيناريو اصلي ده سيناريو كلاسيكي من غير لف ودوران ومن غير فلاش باك وفلاش اورورد واخطوط زمانية متوازية واخطوط زمانية متعمدة ولكنه مليان عمق استعراض امين جدا لمفهوم السلطة والفرق ما بين تملكها والقدرة على التحكم فيها دراسة للرحلة الاستثنائية لتلات شخصيات ما بين كل حاجة بتخليهم ضعفاء وكل حاجة بتخليهم اقوياء وحوار طبيعي وجذاب وذكي ومن غير ما ننسى اننا لسه في عالم يورجو سيانتيموس الفريد حيث تلتقي المقاسي مع الصدمة مع الهزل فتدينا لحظات سينمائية فريدة جدا لدرجة اني مظنش ان احنا بنشوف زيها في اي حتة تانية لسه برضو فيه تسلسلات موجودة عشان تزعج المشاهد بس المرة دي مقدرش ادعي انها مش ضرورية ومقدرش افكر في اي طريقة تانية كانت ممكن تاخد مكانها وتسيب نفس التأثير بتاعها ده فيفريت فيلم عظيم ويعتبر نموذج لشكل الدراما التاريخية اللي انا بحبها بتاخدنا الزمن بعيد ولكن بتدينا تفاصيل كتير لقصة صالحة لكل الازمان قصة للطبيعة المحتملة لشخصيات تاريخية مش بس الحاجات اللي عملوها ملحمة درامية بتسمح لكل العناصر السينمائية اللي حواليها انها تتميز وتلمع تقييمي لفيلم ده فيفريت هو 9 من 10 مشكلتي الوحيدة في الفصل القبل الاخير واللي شاهد بعض الاحداث الكبيرة شوية ولكنها تقدمت بشكل متسرع مناقشة الحلقة مين هم المخرجين اللي بتحسوا معاهم ان اداء الممثلين بيتغير بشكل ملحوظ ياريت تسهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وطبعونا على فيسبوك و تويتر وبي باي